التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جريناتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددنا من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة سير الأعمال والموقف التنفيذي للعاصمة الإدارية الجديدة خاصة مدينة الفنون والثقافة حيث وجه الرئيس السيسي بدراسة الاستعانة بالخبرات العالمية العريقة المتخصصة في مجالة الفنون والثقافة وذلك للتعاون في نظم الإدارة والتشغيل على نحو يتواكب مع القدرات والإمكانات فائقة التطور التي تتمتع بها مدينة الفنون والثقافة وبما يعظم من قيمتها قائكونة ومنارة للإبداع الفني والفكري والثقافي لمصر في ظل الجمهورية الجديدة وكذلك للإنسانية جمعا اجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعددنا من المسؤولين وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي الخاص بجهود تطوير مساحات الأراضي الفضاء غير المستغلة داخل محافظة القاهرة وكذلك امتداد شبكة الطرق والمحاور الجديدة على مستوى الجمهورية ووجه الرئيس السيسي بإتمام الاستغلال الأنسب لكافة الأراضي المقترحة للتطوير وفق نهج هندسي وخدمي يحقق التكامل مع المشروعات التنموية الضخمة الأمر الذي يعزز عناصر البناء والتطور العمرانية ويحقق قيمة مضافة للاستراتيجية الدولية للتنمية الشاملة والمستدامة صرح الرئيس الأوكراني بأن القوات الأوكرانية صامدة أمام الهجمات الروسية المتكررة بالقرب من بلتتين رئيسيتين في منطقة دونباس وأصفنا الخطط الروسية بالمجنونة وفي كلمة له أضف زلنيسكي أن القوات الأوكرانية تتعامل بشكل جيد مشيرا إلى أن معارك شديدة تدور في منطقة دونباس شرقي البلاد نشرت قيادة القوات الجوية الأمريكية سربا من الطائرات المسيرة في جنوب جزيرة كوشو اليابانية لمهمات الاستطلاع وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الطائرات المسيرة والتي بدأت مهمها الاستطلاعية الأحد الماضي ستكون قادرة على جمع معلومات حول نشاط الصين وكوريا الشمالية في المنطقة وذلك من أجل تعزيز للنشاط الاستخباراتي الأمريكي الياباني المشترك منح مجلس الشيوخ الإيطالية الثقة لحكومة جورجيا ميلوني في آخر تصويت على الثقة وحصلت رئيسة الوزراء وحكومتها على الغالبية المطلقة الضرورية في مجلس الشيوخ بتصويت وصل لمائة وخمسة عشر من بين مائتي برلمانية لصالح ميلوني والتي حصلت على منصبها الأسبوع الماضي كأول امرأة تتولى رئاسة مجلس الوزراء في إيطاليا منح نواب البرلمان الصربي الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة في البلاد بعد يومين من المناقشات وأعلن رئيس البرلمان الصربي فلاديمير أورليك أن الحكومة الجديدة حصلت على الأغلبية بعدما صوف مائة وسبعة وخمسين نائبا من أصل مائتين وخمسة وعشرين نائبا لصالح تشكيل الحكومة الجديدة وأدى أعضاء الحكومة اليمنى الدستورية وترأست رئيسة الوزراء الحالية أنا بيرنابيتش الحكومة الصربية أعلنت السفارة الأمريكية في جنوب إفريقيا أنها طلقت معلومات استخباراتية عن هجوم إرهابي محتمل في تجمع كبير بمدينة جوهانسبورغ هذا الأسبوع ونشرت السفارة بحسابها على تويتر أن الحكومة الأمريكية طلقت معلومات تفيد بأن إرهابيين ربما يخاططون لشن هجوم على حدث جماهيري في جوهانسبورغ يوم التاسع والعشرين من أكتوبر الجاري كما نصحت السفارة الأمريكية الموظفين بتجنب الأماكن المزدحمة والمناسبات العامة في جوهانسبورغ خلال عطلة نهاية الأسبوع قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليبربول الإنجليزي للتأهل إلى دور السادس عشر من بطولة دور أبطال أوروبا بفوزه على مستضيفه آيكس إنستردام الهولندي بثلاثية نظيفة بالجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نابولي الإيطالي المتصدر وفي قمة مباريات الجولة الخامسة جدد بارنم يونيخ الألماني تفوقه على بارشلونة الإسبانية وهزمه للمرة السادسة توليا عندما تغلب عليه بثلاثة أهداف دون رد على ملعب كامب نو نهاية مجزء التساع ونعود استكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر بعد الفاصل